سيد سامر أهلا بك أهلا بك سيدة ونير يعني ماذا يمكنكم الحديث عن الجديد الميداني في حمص في ظل تزايد الحديث من قبل القوات السورية النظامية خصوصا وسائل الإعلام المؤيدة للنظام بأن الجيش السوري يتقدم في حمص نعم في حقيقة الوضع في مدينة حمص منذ الشهر حتى الآن لم يختلف كثيرا باستثناء استطاعت قوات نظام التقدم في حي القالدي بشكل ما يقارب أكثر من 2% من حي القالدي أصبحت بيط قوات نظام وغير ذلك القصف لم يتوقف على حمص المحاصرة وخاصة حي القالدي القصف لم يستثني أي سلاح بداية من الرصاص وانتهاء بصواريخ أرض أرض وأيضا بالطيران الحربي اليوم لم يختلف الحال كثيرا القصف بدأ منذ الصباح الباكر استهتفى حمص المحاصرة بالمدفعية وقضائف الهاون وأيضا مشاركة للطيران الحربي وامتدد القصف ليسلم الحي الوعر والريف الشمالي بشكل عام وخاصة الحولي وتلبسي والرستان طبعا اليوم الجديد هو استطاعت قوات الجيش الحر استهداف أحياء الموالية حي النساء بشكل محدد واستطاعتهم تحقيق إصابة مباشرة في أحد مستودعات السلاح العائدة ملكية ولشبيحة النظام وانفجار هائل جدا سمع دويه في حمص بشكل عام ورؤية تصاعد الدخان والانفجار حتى الريف الشمالي طبعا الانفجارات هو انفجار رئيسي وسلسلة متسابعة من الانفجارات مستودع كبير وممتلع بعدد كبير من السلاح والذخيرة ونختلف أنواع القضايا سيد سامر أريد أن أستغل الحديث معك للاستفادة من كلامك في الحقيقة لأنه سليم أدريس رئيس أركان في الجيش السوري الحر قال كثيرا أو نقل عنه إذا صح الحديث بشكل أدق أنه مع وصول الأسلحة الحديثة التي كانت ممنوعة على الجيش السوري الحر تتغير بعض الأمور على الأرض ماذا يجري في حمص من هذا القبيل؟ حقيقة حتى اللحظة التصريحات التي سمعناها على الإعلام أنه وصل سلاح على حمص لا يستهلها أي وقع على الأرض كل ما نسمعه من القادر الميدانيين هو أنه لا يزال السلاح وخصص السلاح نوعي القادر الميدانيين والجيش الحر موجودين داخل حمص يقاتلون بإمكانيات بسيطة جدا وقد نادوا وطلبوا من سليم إدريس وهي سلاح كان بشكل يعني أن يحددوا من هم المستلمين للسلاح علنا لأنهم يؤكدون أنهم لا يستلموا أي سلاح في حمص المحاصرة خاصة وحمص بشكل عام لا يوجد فيه أي سلاح نوعي والواقع على الأرض أنه حتى اللحظة لم يستطع قوات الجيش الحر إصابة مدرعة واحدة لو كان هناك سلاح نوعي رأينا بعض الإجازات الجيش الحر الجيش الحر هو في موقع اتفاعه بحث طبعا ليس رغبة ولكن إجبارا لأنه لا يوجد سلاح يؤهل لتحول المعركة إلى معركة هجومية ما يفعله الجيش الحر هو الدفاع عن أحياء محاصرة وهو عن مناطق التي تواجد فيها الجيش الحر طبعا يستطيع الجيش الحر تقبيط قوات نظام بعض الحصائر ولكن ما يخطه الجيش الحر هي حرب التنزاء منذ شهر حتى اليوم لم تهدأ الاشتباكات الجيش الحر انداده بسيط بينما الجيش قوات نظام لديه معامل سلاح وخطوط انداد كبيرة جدا نعم سامر الحمصي مراسل شبكة شام في حمص وريفيا أشكرك جزيل شكرا على توضيحاتك